اشتركوا في القناة وقبل ما بلش متل العادة بحب ذكركم بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وتابعوني على الانستجرام والفيسبوك بنفس الاسم روان حبيستال وهلا لاتحضير التارت بدنا 3 كوب طحين مع معلقتين كبار يكونوا منخولين وبدنا طحين اللوز مطحون بدنا كوب كبير كمان نكون ناخلينا وبدنا ربع مع الأصغيرة ملح نخلط هون سوا ومنحطن علي جنوب بدنا 250 جرام زبدة غير مملحة بتعدي الكوب ومعلقتين كبار منضيف عليهم كوب وربع سكر بودرة منضربهم بالمكسر هيكي شغلة دايقتين لحتى يدوب عنا السكر منيح مع الزبدة الزبدة لازم على طول تكون بحرارة الغرفة والبيض نفس الشي لازم يكون عنا بحرارة الغرفة وبهذا الشكل صار عنا المزيج ناعم هون نحنا منضيف حبة بيضة كبيرة ومنضيف فنيليا ظرف أو معلقة كبيرة من الفنيليا السائلة ومنرجع بنضرب هون لحتى يمتزج عنا حب البيض منيح مع الزبدة والسكر وهلأ منضيف خليط التطحين اللي نحنا نخلنا فيكن تحطو على دفعتين مثلي وفيكن كفرد مرة انكم تحطو وضغري تباشوا بايداكن انو تلموا سوا بس انا عطول هيكي بحب انو اشتغل بايدايا اخر شي وممكن تحتاجوا شوية تطحين اذا ما ضغري التم معكن شوية يعني شغلة ربعكو بمو اكتر على حسب نوع اللطحين وبهذا الشكل بس صار عنا عجينة هيكا متماسكة بنحطة بالبراد 30 دقيقة او ساعة وفيكن او تبيتوها بالبراد وتعني يوم تشتغلوا فيها اللي بتحبو وللتا حضير الكريمة بدنا الكريم شانتي فيو زرفين بعادل 200 جرام بنحط 3-4 كوب حبيت هيكي سولكن وانا عم صب بالماء شان هيكي فوتكم معي بالجو وارجيكن كيف الماء قداشها باردة حتى هيك بصير مثل الضباب عليها بنضيف الماء على الكريمة ومنضربها مثل العادة 30 سانية على الخفيفة السرعة الخفيفة و5 دقايق على السرعة القوية لحتى يصير عنا قوامة سميك ومتماسك مثل مشايفين ما عم تهر ابدا منها على السباتشولا وبعدين حطت لها جبنة ماسكربون اذا بتعرفوها هي بتجي مالة طعمة ابدا بس هيكي بتعمتها بتشبه القشطة كتير بتعطي الكريمة طعمة طيبة وقوامة بيجي كمان متماسك اكتر 250 جرام من هي الجبنة ومنحط 3-4 كوب من السكر البودرة ومنضربوها مع بعض بالهاند ميكسر لحتى عنا الجبنة والسكر والكريمة هيكي كله يداخل مع بعضه ويصير عنا قوام متماسك وهيكي انا على طول بحب حطها بالبراد قبل ما استخدم الكريمة طبعا فيكن شتغلوا فيها فورا وانا هندي هون العجينة بعد ما طلعت من البراد بمدة على ورق زبدة لازم يكتير ضررين مدة على ورق زبدة مشان لانه وقدنا نعمل رقم خمسة فورا نحمله من ورق الزبدة عصينية انا هون رسمت رقم خمسة على الورق الزبدة وبحاول حط هاد الرقم على العجينة بعد ما افردها وبكرر العملية مرتين بدنا رقم خمسة مرتين بقصها بهاد الشكل او بسكينة بس انا بحب جرب كل شيء وبعدين منحاول بس قصيناها نقيم الزوايد مشان نرجع نفردهم من اول جديد ونرجع نقص رقم خمسة من عليهم وبهذا الشكل تطلع عنا منحطها بالصينية الفرن منحطها بالبراد شغلة عشر داعية قبل ما نفوتع الفرن بعدين بالفرن على درجة حرارة 180 من 10 ل 13 دقيقة لحتى يتحمروا عنا الاطراف متل مو شايفين هون تصاروا جاهزين وعنا الاطراف هكي شوية تحمرت ما بدنا نقرب عليهم ابدا قبل ما يبردوا مشان ما يتحمروا تكسروا معنا استنوهم ليبردوا على الاخير بعدين باش يشتغلوا فيهم وانا هوني حطيت الكريمة بالبايبين باك وبدنا ضروري يكون عنا هادا هاي الفوهة لحتى تعملنا الكريمة بهذا الشكل مثل الطابة هيكي وبهذا الشكل منحطها ازا حنكون هاي الفوهة صدقوني حتكون كتير سهلة وبسيطة انكم تعملوا هاي الكريمة بهاي الطريقة ومنحاول نحط طبقة البسكوت التانية كتير بدنا نكون حريصين ونحنا عم نحملها لانه سهل كتير انها تنكسر معنا شفتوا البسكوت هيكي بيجي كتير طري وهش وبهذا الشكل منضل منحاول نحط الكريمة بهذا الشكل وبعدين منبلش نزينها فيكن تحطوا اين وفواكي وفيكن تحطوا ورد طبيعي فيكن تحطوا ورد استناعي فيكن تحطوا ورد انتو عاملينه بالكريمة شوكولات اللي بتكون يا الطريقة اللي بتحبوها شو ما عملتوها لحتطلع حلوة بتجنن وهيك ما نكون وصلنا لنهاية الفيديو كتير كتير مبسطة بالنتيجة اللي حصلت عليها بتمنى تجربوها وبتمنى يكون عجبكم الفيديو كان معكم روان مني لقلكم كل الحفظة لبي الف خير باي باي